السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب؟ أنا أبراهيم خليل وحاب أقول لكم في البداية رجع البارتنر الحمد لله يعني البارتنر كان قبل معه ماشنمة وبعدها ماشنمة سحبو نفسه من الشرق الأوسط الحين عندي بارتنر من TGN فيعطيك معافية TGN ما قسرته وقدمت عليهم وصراحة كانت تجاوبهم سريع جداً يعني في نفس اليوم ردوا علي أخذ وقت لأنه يتفعل البارتنر عشان كذا بقت يمكن سبوعين بدون بارتنر اللايف السريم راح مني من اليوتيوب ولا ودي أراجع أصلاً يعني خلاص يعني بعد ما جربت تويتش تيفي خلاص بطلت ما بغى اليوتيوب لأن اليوتيوب بالنسبة لي متعب جداً ما قدر أتحكم بالشات يعني الشات يكون متأخر جداً ويوقف كل فترة وبعدين ينزل بسرعة 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 فما قدر ألحق تويتش تيفي أفضل بكثير يعني أقدر أحطمود على الشات لو في واحد قام يسب ولا واحد يسوي سبام في الشات يعني عشان أقدر أقرأ الشات أحتاج أن أتحكم بالشات بشكل كبير فتويتش تيفي معطيني هذه الخاصية والحمد لله خلاص حين وقعت مع تويتش تيفي بارتنر يعني خير راح يكون البث دائماً عن طريق تويتش تيفي مبروك عليكم شهر رمضان وفترة رمضان هذه مراح يكون في بث كثير بحتمال يكون كل يومين ثلاث أيام مرة يعني وإذا بيكون البث بيكون بعد الساعة 12 بالليل المهم أنا أريد أن أتكلم عن أشياء كثيرة بره الموضوع الموضوع اليوم أتكلم فيه هو المابات الجديدة التي انزلت على الكود ثمانية MW3 انزلت الباك الأخير بالنسبة للإليت هذا الموضوع بس الإليت البلايسيشن بعد شهر واحد الماء أنزلت الباك الأخير بالنسبة لي هذا أفضل باك نزل إلى الحين هذا يمكن نزل رابع مرة أو ثالث مرة لكن هذه المرة هي الأفضل بسبب حجم المابات اللي انزلت المابات اللي انزلت كلها صغيرة أو يعني أحجامها أصغر بكثير من المابات اللي قبل أنزلت المابات اللي قبل كانت أحجامها مرة كبيرة كانوا متوسعين بشكل كبير في حجم الماب كان شيء ضايقني لأنه يسألوني أشتري المابات أو لا أشتري المابات لا تشتري المابات لأنه لا أعجبني لأنه يقول إذا يعجبك ذوقي لا أعجبني كل المابات التي نزلت من قبل لكن هذه المرة هي أول مرة يعجبني المجموعة كاملة من المابات التي نزلت أربع مابات أو ثلاث مابات ومهمة جانبيا المهمة هي فيرتوغو كانت تبع خريطة من الخرايط التي انزلت قبل التي كانت في الإمارات خريطة أواسيس بالنسبة لي، الخرايط كلها ممتازة أول خريطة هي تيرمنال وأتوقع الكل عارف تيرمنال تيرمنال نفسها في كود ستة لم أغيروا فيها أي شيء لم ألاحظت أي تغيير أبداً من ناحية الرسوم حتى لم ألاحظت أعتمد أن يكون أضاف أشياء بسيطة على الرسوم لكن لم ألاحظت أي شيء يبين أن هناك فرق في الخريطة تيرمنال من الخرايط التي تعجبني كثيرا والحمد لله أنهم رجعوها بالنسبة لي الخريطة هذه أنا أبغاها وانزلت ببلاشة الكل يعني مو بشرط أن تكون عندك إليت لكي تقدر تنزلها أي واحد يقدر تنزلها لكن حالياً موجودة عند الإكس بوكس فقط بعد شهر بيقدروا ينزلونها لديهم بلاستيشن نزلوا الخريطة تقدر تلعب فيها بالأطوار كلها كل الأطوار الموجودة في اللعب تقدر تيم دومييشن دومييشن الأطوار الثانية اللي هي مثلاً انفكتد 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 وعندك اللي هو الوان ذا تشيمبر كل الأطوار الثانية الإضافية الموجودة تقدر تلعب فيها فشي جيد ان ما حصروها بس في الأطوار الرئيسية غير كذا نزلوا الخريطتين إضافيات هذه خاصة بالإليت الحين في الوقت الحالي خاصة بالإليت وراح تنزل كباكينباع بعدين أتوقع بيضيفونها مع الخريطة نزلتها آخر مرة الخريطتين اللي انضافت الجديدة اللي هي ها دي عدوة خرطت ذلك وخارطت مستمتنة الفجر تتجرب بيضيع حتى كل الأطوار تحرق تنزل من الموجودة تستمتل تجربة من الموجودة بأن الموجودة تجربة اتداء لتذهب لا يحصل وكان يمكنك ترى في أي مكان موجود في الخريطة عندك مدخلين ثلاثة تقدر تطلع منهم فالصعب إن الواحد يحفزك في مكاة واحد والخرايط الجديدة كلها خرايط مثلثة يعني فما يهم تأخذ A و B و A و C يعني أي علمين في الدوميليشن ما يأثروا إياك ما لعبت في الدوميليشن ما لعبت في أحد منهم أتوقع أن في الدوميليشن ممكن تتحشر فريق اللي قدامك ما راح يقدر يتحرك أبداً لكن الميز الخرايط الجديدة أنا لاحظت أن الهيكل اللباني هناك الكثير من تصميم الخريطة نفسها فأصحاب السماعات هنا يروقون بشكل كبير على السماعة فلو تلاحظون حين في المقطع بتشوفوني قاعد أنتظر لأنني قاعد أسمع صوت رجول تسمع صوت رجولهم من مسافة بعيدة بالذات بالذات إذا أنت حاطت ضد سايلنس فأي واحد عنده مو بشرط حتى سماعة احترافية أو سماعة جايمينج لو تحط سماعة عادية هدفون عاد سوف تلاحظ صوت رجول الأشخاص ضدك بشكل واضح فهذه الميزة حسيت بقيمة السماعة التي لدي خرايط الجديدة كلها الخريطة الأفشور أو الثانية الخريطة دي كوميشن كل الخرايط نفس الشيء حجمها صغير الباك كلها حجمها صغير حجمها متوسط أو صغير حجمها معقول وحجمها ممتاز بالنسبة لي الخريطتين الإضافيات ودي كوميشن بعد نفس الشيء حجمها صغير وأصغر من تيرمنال والأكشن فيها بشكل كبير يتحرك في كل مكان مثل الخريطة الأولى التي نزلوها وهي بيازا بيازا كانت نفس الشيء صغير وفي الأكشن في كل مكان موجود هذه الخرايط أصغر من بيازا وبالنسبة لي أفضل من بيازا فأول مرة أفرح على ما باك ينزل لي أنا شريط الشريط نسخة الهاردن وجامعها الاليت فعشان كذا أنا مرة موسوط وعلى أطاري لون السلاح اللون الأبيض طلع يجي حق الفاوندر ليس بأي واحد عند إليت في الإليت الفاوندر اللي هو الإليت اللي شرى نسخة الهاردن من اللعبة هذا على حسب كلام بعض اللي ردوا عليه فهذا اللي فهمت منهم أنا أرجع وأقول لكم أنصحكم بخرايط هذي أحجامها مرة ممتازة اللي يميز الخرايط هذي اللي عندهم سماعات رح يستفيدون كثير فاستخدم Dead Silence ريكون ممكن يفيدك لكن أعرف أن أغلب الناس يحبون من يستخدمه سلاحي تفهد التيم وورك رح يفيد كثير في الخرايط هذي يمكن أكبر مشكلة واجهتني أو لاحظتها اللي هي طريقة الماتش ميكينج إلى الحين ما نحلت هذه المشكلة مشكلة الماتش ميكينج إنه يحاول يدخلك مع ناس حولينك وقريبين منك في منطقة يعني يسوي البحث لوكل على المنطقة قريبة منك فإلى الحين هذه مشكلة بالنسبة لي لأن إذا دخلت قليل الأشخاص اللي عندهم إليت وقليل أشخاص فهذه مشكلة كبيرة أتمنى يعني بعدين سيتعدل هذا الوضع بالنسبة للخرايط الجديدة إذا الناس شروا الخرايط الباكات فما أدخل قسم الإليت أدخل مع الخرايط العادية وأقدر ألعب مع الكل فإذا في أحد من الشباب الموجودين المتابعين للقناة عندهم إليت وحبين يلعبوا الخرايط الجديدة يعطوني خبر بس ويردوا عليه يرسلوا لي مسج على القناة ما هي مشكلة ودي ألعبها وسويها بث فأبغى أشخاص عندهم إليت نبغى نلعب مع بعض خرايط إليت الحال فأخلي بث خاص ندخل تيم ستة أشخاص وندخل في قسم الإليت ونلعب مع بعض إن شاء الله سأمسك هوست لأن بغالي بيصير ضغط على الإتصال لكن إن شاء الله سيعدى على خير آخر شي بالنسبة لرمضان يعني المقاطع بتكون قليلة جداً البث بيكون أقل بكثير من قبل فمشوها لن بعد رمضان إن شاء الله وبيرترجع للقناة نشيطة زي قبل وأحسن إن شاء الله البث دائم بيكون على تويت تي في بيكون في مينيكرافت كثيرة توقع في رمضان هو أسهل شي بالنسبة لي سوي لبث إذا سوي بث يعني كل مرة سيكون بعد الساعة 12 كان معكم برايم خليل نشوفكم على خير إن شاء الله